شهد طريق الجلال العين السخنة حادثاً قلاب اوتوبيس ما أصفر عن مصرع 12 وإصابة 33 آخرين في حصيلة أولية وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبية هذا وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خلد عبدالغفار الحادثة موجهاً بتوفير الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين وكلف عبدالغفار نائبه بتوجه إلى مجمع السويس الطبي لمتابعة الوضع الصحي ميدانياً وأكدت هيئة الإسعاف أنها قامت بالدفع بـ 24 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث